السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثاني الاعدادي اهلا بكم النهاردة هنشرح الدرس التمهيدي احوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الاسلام من الوحدة الثالثة حياة محمد صلى الله عليه وسلم قصة بناء امة من منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الاول فرع التاريخ درس التمهيدي احوال شبه جزيرة العربية قبل ظهور الاسلام احوال العالم قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان العالم يعم فيه الظلم والفساد بين جميع الاجناس في كل مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمكن ان نتعرف احوال العالم قبل ظهور الاسلام من الخريطة التالية هنا عندينا دولة الفرس دولة الفرس كصرت فيها العبادات الوسانية كصرت فيها العبادات الوسانية واحتلت بلاد اليمن والعراق احتلت بلاد اليمن وبلاد العراق وكصرت فيها العبادات الوسانية أما دولة الروم اعترفت بالمسيحية دينا رسميا للبلاد واحتلت مصر وبلاد الشام إذا دولة الروم اعترفت بالمسيحية دينا رسميا للبلاد واحتلت مصر وبلاد الشام بالنسبة له الهند كسرت فيها العبادات فكانوا يقدسون البقر والزواحف وغيرهم يبقى الهند كسرت فيها العبادات كانوا يقدسون البقر والزواحف وغيرهم أما شبه الجزيرة العربية ظهرت فيها حضارات قديمة مثل حضارة قوم عاد وقوم سمود قامت فيها ممالك ودول مثلها الحيرة والغساسنة في الشمال الحيرة والغساسنة في الشمال معين وسبأ وحمير في الجنوب وظهرت فيها مدن مثل مكة ويسرب في الغرب يبقى عنديك شبه الجزيرة العربية ظهرت فيها حضارات قديمة مثل حضارتين قوم عاد وقوم سمود قامت فيها ممالك ودول مثل الحيرة والغساسنة في الشمال الحيرة والغساسنة في الشمال ومعين وسبأ وحمير في الجنوب وظهرت فيها مدن مثل مكة ويسرب في الغرب وفيما يلي نتعرف أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام نشرح الحياة الدينية والحياة السياسية والحياة الاقتصادية والحياة الثقافية والحياة الاجتماعية أول حاجة أولا الحياة الدينية كانت شبه الجزيرة العربية مهدا لكثير من الأنبياء ومنهم هود عليه السلام صالح عليه السلام شعيب عليه السلام إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام لذلك أهل مكة ومن حولها التوحيد والإيمان بالله بالنسبة للحياة الدينية شبه الجزيرة العربية كانت مهدا لكثير من الأنبياء منهم هود عليه السلام والصالح عليه السلام وشعيب عليه السلام continuing إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام لذلك أهل مكة ومن حولها عارفوا التوحيد والإيمان بالله تعدات الديانات والعبادات في شبه الجزيرة العربية يقول لك دلل يبقى يقول لك دلل تعددت الديانات والعبادات في شبه الجزيرة العربية فتقول حيثو الحنفية عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام إبقى العبادة الحنفية عبادة الله الواحد بل حنفية عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام وقد بقى القليل على هذه العبادة بعد انتشار عبادة الأصنام بل عبادة الحنفية بقى القليل منها على هذه العبادة بعد انتشار عبادة الأصنام تاني حاجة عبادة الأصنام عرفوها مع مرور الزمن واتخذت كل قبيلة صنن إبا عبادة الأصنام عرفوها مع مرور الزمن كل قبيلة اتخذت صنام اليهودية دين سيدنا موسى عليه السلام والمسيحية دين سيدنا عيسى عليه السلام ودول انتشروا في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية إبا اليهودية دين سيدنا موسى عليه السلام والمسيحية دين سيدنا عيسى عليه السلام انتشروا في أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية بعد كده ثانيا الحياة السياسية النظام السياسي يبال الحياة السياسية أو النظام السياسي سادة النظام القبلي في شبه الجزيرة العربية فيقول لك بما تفسر سادة النظام القبلي في شبه الجزيرة العربية بما تفسر فتقول لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة ولكل قبيلة شيخ يحكمها وقانون يحدد حقوق وواجبات كل فرد فيها إذا ساد النظام القبلي في شبي الجزيرة العربية يقول لك بما تفسر تقول لأنها كانت عبارة عن قبائل متفرقة إذا شبي الجزيرة العربية كانت عبارة عن قبائل متفرقة لكل قبيلة شيخ يحكمها وقانون يحدد حقوق وواجبات كل فرد بهم من أشهر القبائل في شبي الجزيرة العربية قبيل قريش بمكة من أشهر القبائل في شبه الجزيرة العربية قبيلة قريش بمكة ثالثا الحياة الاقتصادية مارس أهل شبه الجزيرة العربية الرعي كانت الحرفة السائدة في البادية وهي الصحراء الزراعة كانت قليلة لندرة الأمطار الصناعة عرفوا بعض الصناعات مثل صناعة الرماح والسيوف التجارة كان أهل مكة أكثر سكان شبه الجزيرة العربية مكانة تجارية فيقول لك بما تفسر لأنهم قاموا بتنظيم رحلتين تجاريتين هما رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام يبقى بالنسبة للحالة التصادية أهل شبه الجزيرة العربية مارسوا الرعي الرعي كانت الحرفة السائدة في البادية أو الصحراء الزراعة كانت الزراعة قليلة لندرة الأمطار الصناعة عرفوا بعض الصناعات مثل صناعة الرماح والسيوف التجارة كان أهل مكة أكثر سكان شبه الجزيرة العربية مكانة تجارية يقول لك بما تفسر لأنهم قاموا بتنظيم رحلتين تجاريتين هما رحلة الشتاء إلى بلاد اليمن ورحلة الصيف إلى بلاد الشام طب إيه هو تعريف القبيلة؟ القبيلة مجموعة من الأفراد ينتمون إلى أصل واحد تربطهم رابطة الدم والنسب والعصبية إذا القبيلة مجموعة من الأفراد ينتمون إلى أصل واحد وتربطهم رابطة الدم والنسب والعصبية رابعا الحياء الثقافية اشتهر العرب بالشعر والخطابة ومن أشهر شعراء العرب النابغة الزبياني كانت الأسواق عند العرب ميدانا لتنافس الشعراء والخطابة وليست للتجارة فقط مثل سوق عقاز وسوق زي المجاز في الحياة الثقافية العرب اشتهروا بالشعر والخطابة من أشهر شعراء العرب النابغة الزبياني النابغة الزبياني كانت الأسواق عند العرب ميدان لتنافس الشعراء والخطباء ليست للتجارة فقط من أشهر الأسواق سوق عقاز وسوق زي المجاز خامسا للحياء الاجتماعية كان المجتمع العربي قبل زور الإسلام ينقسم إلى بادو سكن الصحراء وحضر سكن المدن يبقى المجتمع العربي قبل زور الإسلام ينقسم إلى بادو وحضر سكن الصحراء وحضر سكن المدن اتصف العرب قبل الإسلام ببعض الأخلاق الحميدة كما كانت لهم بعض العادات السيئة كالآتم يبقى يقولك أن العرب اتصفوا قبل الإسلام ببعض الأخلاق الحميدة كما كانت لهم بعض العادات السيئة طيب إيه الأخلاق الحميدة التي اتصف بها العرب قال لك الأخلاق الحميدة التي اتصف بها العرب الشجاعة والكرم الوفاء بالعهد العافو عند المقدرة وحماية الجار والصبر يبقى الأخلاق الحميدة التي اتصف بها العرب الشجاعة الكرم الوفاء بالعهد العافو عند المقدرة وحماية الجار والصبر ومن العادات السيئة عند العرب وادي البنات أي دفن البنات أحيا شرب الخمر لعب الميسر والقمار والأغز بالصقر يبقى العادات السيئة عند العرب وادي البنات أي دفن البنات أحيا شرب الخمر لعب الميسر والقمار والأغز بالصقر تمتعت بعض النساء بمكان عالية في المجتمع العربي مثل السيدة خديجة رضي الله عنها وبعد أن تعرفنا أحوال العرب وشبه الجزيرة العربية قبل الإسلام نجد أن العالم كان في حاجة إلى مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لك بما تفسر لكي يرشد الناس إلى عبادة الله الواحد ينشر قيم العدل والمساواة والتسامح والرحمة يبه هنا أقول لك بعض النساء تمتعت بما كان عالية في المجتمع العربي مثل مين؟ السيدة خديجة رضي الله عنها طيب هنا أقول لك بما تفسر العالم كان في حاجة إلى مجيء النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتقول لكي يرشد الناس إلى عبادة الله الواحد ينشر قيم العدل والمساواة والتسامح والرحمة أهم نقاط الدرس قلنا أول حاجة أحوال العرب قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم قلنا دولة الفرس كسرت فيها العبادات الوساذنية واحتلت بلاد اليمن والعراق أما دولة الروم اعترفت بالمسيحية دينا الرسمين البلاد واحتلت مصر وبلاد الشام الهند كسرت فيها العبادات فكانوا يقدسون البقر والزواحف وغيرها شي في الجزيرة العربية ظهرت فيها حضارات مثل حضارة قوم عاد وقوم سمود قامت فيها الممالك والدول مثل الحيرة والغساسينة في الشمال معين سبأ وحمير في الجنوب وظهرت فيها مدن مثل مكة ويسرب في الغرب بعد كده أحوال شي بالجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام قلنا الحياة الدينية كانت مهدا لكثير من الأنبياء ومنهم هود عليه السلام صالح عليه السلام شعيب عليه السلام إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام تعددت فيها الديانات والعبادات ومنها الحنيفية عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له على دين سيدنا إبراهيم عليه السلام عبادة الأصنام واليهودية دين سيدنا موسى عليه السلام والمسيحية دين سيدنا عيسى عليه السلام بالنسبة للحياة السياسية سادة فيها النظام القبلي كان لكل قبيلة شيخ يحكمها وقانون يحدد حقوق وواجبات كل فرد بهم من أشهر القبائل العربية قبيلة قريش بمكة بالنسبة للحياة الاقتصادية مارس أهلها الرعي الحرفة السائدة الزراعة كانت قليلة لندة الأمطار والصناعة مثل صناعة الرماح والسيوف التجارة كان لأهل مكة مكانة تجارية لتنظيمها رحلتين تجاريتين هما رحلة الشتاء بلاد اليمن ورحلة الصيف بلاد الشام أما الحياة الثقافية اشتهر العرب بالشعر والخطابة كانت الأسواق ميدانا لتنافس الشعراء والخطاباء وليست للتجارة فقط مثل سوق عقاز وسوق زي المجاز من أشهر شعراء العرب النابغة الزبياني الحياة الاجتماعية انقسم المجتمع العربي إلى بدو وحضر اتصف بالأخلاق الحميدة مثل الشجاعة والكرم العاف عند المقدرة الوفاء بالعهد حماية الجار والصبر ومن عاداتهم السيئة وأد البنات شرب الخمر لعب الميصر الأغز بالصار تمتعت المرأة بمكانة عالية مثل السيدة خديجة رضي الله عنها وبكده يكون وصلنا معاكم من هاي الدرس النهاردة أرجوكم يستفدتم معنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر